الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسية سيد فريد بن يحيى صباحك سعيد صباحك سعيد إذن كما تابعنا في التقرير حتى في يوميا من خلال نقل الأخبار تنامي ظهرت الإسلاموفبيا منذ مدة طويلة لكن ربما وصلت أوجها اليوم هل نحن أمان فعلا ما يعرف في وقت معين مصطلح عليه بصراع الحضارات والأفكار المفاكرين لمدة طويلة تحدثوا عن هذه الفكار لكنها تتجسد اليوم فعلا صراع الغرب والشرق تقريبا أو صراع الغرب والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الإسلاموفبيا هذه عبارة استعملتها بعض الأطراف أحزاب متطرفة من اليمين المتطرفين الموجودة ربما في هوروندا في الدنمارك في فرنسا حتى في دول الكتلة الشرقية حاولوا يستعملوا هذا الأمر المسيئة إلى الإسلام لأن الهدف انتحم هو محاربة المسلمين والإسلام لكن خلينا نرجع للوراء نشوفوا بهذا التخطيط عنده سنوات عنده سنوات الهدف منه الحقيقي هو خلق نوع من التوتر في أوروبا خلق هذه الجماعات بما تسمى بالجماعات الإرهابية والأغلبية مصطنعة في مخابر أوروبية وخاصة أمريكية الهدف انتحها تقسيم الدول العربية هذا هو الهدف الحقيقي لكن هذه الجماعات لأنه لو الولادة الغرب يريد أن يقسم بقوتهم مسلحة الآن لا يستطيع أن يفعل ذلك لأن الأمور تعقدت كثير والحرب أصبحت مكلفة جدا من ناحية التكنولوجية من ناحية المالية من ناحية الأفراد من ناحية حتى التوازنة الكبرى الاقتصادية بالنسبة لها الدول إذن حتى يتسنى لهم أن يعملوا هذا العمل يخلقوا بعض الجماعات كما تنظيم داعش الهدف الأول لما كونه من بقايا الجماعات القاعدة ومن الجيش العراقي وغيرها من الجماعات حتى من الأوروبيين اللي هاجروا التمام الهدف أن تحهم كان هو تحطيم النظام السوري يعني القضاء على النظام السوري لكن بعد مدة انقلب السحر على الساحر أصبحت هذه الجماعات تطارد وتحارب في الجماعة اللي يكونوها وليمولوها حتى من طرف الأسف الشديد بعض الإخوة العرب في الخليج العربي حتى نعود عفوا عن المقاطع سيد فريد بن يحيا حتى ما لاحظناه في التقرير يعني تعامل لغرب نحن نتحدث هنا عن المواطنين قبل أن نتحدث أو نفتح الباب أو الحديث عن الأحزاب السياسية المتطرفة حتى الطبقة الشعبية الغربية في سواء أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية وحتى دول أخرى هي في حد ذاتها مقتنعة بأن الإسلام نظرة سودوية للإسلام لدى المواطنين في حد ذاتهم لا هي جواب نتاعي لأنه الآن باش نصل الاستراتيجية لحب نصلها لأنه كل عمل إرهابي عالمي يستعمل كما الولد تريد سنتر اللي عمله في الولايات المتحدة في 29 سبتمبر سنة 2001 نفس الشيء عملية باريس نفس الشيء بالنسبة إسطنبول البيروت الغيرها من العمليات هذه الإرهابية التي تمس المدلين الهدف في انتحها هو وضع خطة طريق جديدة لمصالح عليا ومصالح قفية لبعض الوبيات في العالم هذه الحقيقة إذن في المواطن البسيط المواطن الأوروبي المواطن الأوروبيين عندهم حاجة يعني عندهم سذاجة في الفهم الإسلام الحقيقي لأنه فيه تأثير كبير من طرف المصالح السينمائية والجرائي الإعلام بصفة عامة والإعلام نعرف ربما أن اللوبي هي ما والإعلام والإعلام هذا متحكمين في بعض الجهات تابعة لبعض اللوبيات فهما يسيئوا إلى الإسلام بطريقة مباشرة وغير مباشرة ويبعثوا شفنا هذا الكاريكاتور اللي عملوه بعض الصحفيين في الدانمارك وصرا هذه إساءة كبيرة لأنه المسلمين عمرنا نحترم كل أديان السماوية وكل أنبياء والرسل نفس الشيء عملته الصحيفة الفرنسية إبدو شارلي وصرا ما صرا فيها في المشكل هداك إذن فهما يحاوسوا يستفزوا المسلمين يستفزوا المسلمين ولما يشوفوا ربما يدفع المسلمين يدفع على الإسلام على الحقوق تحهم يعني يشوفوا وجه الإسلام باللي هو دين تعتطرف دين لا يحترم المرأة دين يعني يستعملوها كذريعة لتحطيم الغربية يعني باللي هما مشتمع متحضر متفتح لكن ينظروا للتاريخ الحقيقي شكوين هو المشتمع المتحضر لو نشوفوا التاريخ المستعمرات فرنسا وبريطانيا وغيرها من دول إسبانيا تاريخ أسود تاريخ أسود الشيء اللي يعملوه لما رحت هذه الجماعات الإسلام شفوه لأن الإسلام في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وحتى في إفريقيا كان دين تعتسامح وربما فيه كانت بعض الأمور يعني نقائص من طرف الشعوب أو القبائل لكن لا يوجد نقص في الإسلام إسلام دين حضارة دين رسالة إذن شعورة الحضارة هي لأضاءة أوروبا الآن لما نحكم أكبر العلماء المسلمين كيف يعرف يعني عفونا المقطعة مرة أخرى لماذا نلوم الغرب اليوم على عدم فهمه للإسلام في حين ما يعرف أنت في مجال الدبلوماسية هناك ما يعرف بالدبلوماسية الثقافية كيف يعرف المسلمون ثقافتهم في الدول الغربية دور السفارات هنا دور كذلك حتى المراكز وغيره في الحديث أو تقديم الصورة الحقيقة للإسلام هي بالنسبة لنا الآن لما نشوف يعني الأسف الشديد بعض الدول العربية فيها دولة التي تمنع كتب ملك بن نبي في الدراسة هذا يعني شكل خطر كبير يعني بالنسبة المثقف العربي لأن أوروبا تبناتها على التفتح على الفكر هذا الفكر هذا كان من كبار العلماء المسلمين كابن خلدون كابن العربي كجلل دين الرومي كابن الراشيق وغيرهما العلماء الكبار اللي ساهموا في العلوم الإنسانية بالنسبة لتنوير الأوروبي إذن فإحنا الآن في 2015 نلقوا بعض الدول العربية يعني تحوص جمد الفكر جمد الفكر العربي أو الفكر الإسلامي ككل وهذا اعتبر خطأ كبير إذن فهنا لازم تكون فيه حداثة فيه نوع من تحرير الفكر تحرير الفكر العربي تحرير الفكر الإسلامي لأنه لو نبقاه إلا في المعاملات إلى الدينية صلاة وصيام هذه أركان الإسلام لكن إسلام لما تبنات الحضارة الإسلامية ككل أو العربية الإسلامية بالمفهومة الواسعة تبنات على حرية الفكر حرية الإبداع حرية التنافس حرية العلم أعطاء المكان الكبرى للعلماء هذا الشيء غير موجود الآن أوروبا تعطي قيمة كبيرة للعلماء أنتحها شيء غير موجود في الدول العربية الإسلامية إذن فهما عنهم استراتيجية إعلامية حتى يتسنى لهم أن يتحكموا في هذه في الشعوب الأوروبية لكن المسلمين أعطيك أنا مثال فقط بالنسبة للجزائر فيه جالية جزائرية الآن حوالي 6 مليون جزائرين موجودين في فرنسا وربما لو نحسبه الجزائرين الموجودين في الخارج ربما تلحق حتى 10 ملايين أو 11 مليون جزائرين موجودين عبر القارات ككل لما نرى يوما أن الجزائر خداتوا بين الاعتبار هذه المهاجرين التي ننتعنا كيفاش تضحهم في إطار معين كيفاش تدفع المصارح حتى في الدول الأخرى كيفاش تفتح بنوك حتى تيتسنى لهم أنهم يستطمروا ويصبحوا رجال أعمال ويصبحوا أرباب عالما في المستوى نحن قاعدين نشوفوا فيه أمور ارتجالية عملنا وزارة الهجرة نحن وزارة الهجرة عملنا أمور نديروا قدم الأمام وقدمين إلى الوراء إذن لا توجد هناك رؤية حقيقية رؤية يعني بناءة على هذه المجتمعات لو هذه المجتمعات الموجودة الآن في أوروبا بالنسبة للجزائريين أو المغاربة أو التونسيين حتى دول الخارج أو حتى بالنسبة للباكستانيين اللي موجودة ككل في أوروبا يعني في بريطانيا أو في فرنسا في إسبانيا في ألمانيا في عدة دول أوروبية لو هذه المجموعات الأغلبية منهم درسوا الآن تصبحوا في مستوى رغم أنه مارست عنهم قيود كانت فيه هناك يعني ظلم حتى بالنسبة للجزائريين اللي عاشوا في يعني في أحياء يعني يرثى لها كان فيه يعني نزيف بالنسبة لهذه الشباب اللي نقاد أو سير وراء أمور أخرى يعني غير أخلاقية من من التعامل بال 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 بالدروغ يعني بال مخدرات أو وسط الأمور أخرى هذه الأمور ككل ما منعش هذي الشباب أنه يكون يحافظ على الهوية تاعه ويحب الجزائر وربما المغارب يحبوا المغرب والتوانسة كيف كيف لكن بالنسبة للجزائر لو استثمرنا في العنصر البشري وكنا كقوة مثل اليهود عملوا لوبيات عملوا الكريف عنهم أموال عنهم صحافة أحنا ما عرفنا كيف نستعامل القوات معرفنا كيف نخلق حزب الجزائر في فرنسا كيف يكون الجزائرين كقوة قوة سياسية قوة اقتصادية ويدافعوا على الإسلام الإسلام الحنيف يعني المبني على التسامح مش الإسلام ليحوسوا يشوه الصورة هذا ما نعرفه نحن لكن هل يمكن يعني اليوم أن نغير نظرة الغرب بعد أن يعني ترسخت في ذهنه أن الإسلام عنده علاقة بالإرهاب وعنده علاقة بالعنف مباشرة يعني سنوات سنوات الجالية العربية والمسلمة الجزائرية وهي تعيش في فرنسا لكن في لحظة يعني عاشت بطريقة عادية جدا اختلطت مع المجتمع الفرنسي أجيال ربنا في الجيل الثالث أو الرابع من المهاجرين لكن في لحظة معينة ذهب كل شي يعني ومن الصعب ربما إذا كنت وافقني الرأي أنه تغيرها بليلة وضحاها لا هي المشكلة الحقيقة الموجودة الآن هي أن الأوروبيين نفسهم لما تكون فيها أزمة اقتصادية ما يقبلوش الطرف الأجنبي لو مثلا ألمانيا وفرنسا تعود ألمانيا مثلا فيها يعني نسبة بطالة عالية وفيه فرنسيين يعملوا في ألمانيا الألمانيا يحين ينزعجوا هذه من فطرة الله اللي خلقها في الناس يعني موجود الأمر هذا لكن الآن الشي الموجود الحقيقي هو الشي هذا عملوا لعدد سنوات يعني مش ما بين عشاء وضحاها تغير النمط الأوروبي فيه سنوات وما يحاربوا فيه كما قلت لك من تسعة لما عملوا القاعدة من نهار سقط الاتحاد السوفيتي لازم الأمريكيين يخلقوا عدو العدو بالنسبة لهم هو الإرهاب والإسلام لازم باش يتصنى لهم أنهم يكملوا الأبحاث انتحهم في الميدان العسكري في الميدان التكنولوجي في الميدان الفضائي إذن لازم ديما تكون فيه المناس يعني فيها تهديد تهديد خارجي باش يبقاوا الآن ممكن وجدوا الصين روسيا يعني عندهم عدة أهداف الآن وشوفنا الآلة الأمريكية الآن كيفاش الآن تعمل في الاقتصال في الأبحاث أوباما عمل مشروع 100 مليار دولار لدراسة المخ يعني القيوة كيفاش يقلوا يتحكموا في المخ كيفاش لحين يدخلوا فيه عالم بالتكنولوجيات النانو سيونس والنانو تكنولوجي بالنسبة للدماغ إذن في العالم الآن يتطور بشكل رهيب خاصة في الميدان المعلوماتي إذن فهذا الأمور باش يتسنى المجر الشيوخ أو الشعب الأمريكي أنه يعطي الملايين من الدولارات لهذه الأبحاث والشركة الكبرى التي تقام سيطرة عن العالم كنوبيات كبرى في الميدان المالي إذن لابد من خلق عدو أو تهديد خارجي بعد الاتحاد السوفيتي قالوا الأغلبية تاعة الأمريكيين خلاص الآن انتهى الحزب السيوعي السوفيتي تفككت الاتحاد السوفيتي روسيا ما عنداش استطاع أنها تقابل المتحدة لكن التينك تونك تحم أو بما يسمى بسقور لبيت الأبيض ك أونريكي سينجير بورفولفيتش بريزينسكي وغيرها من كبار المفكرين اليمين الأمريكي فكروا بالطريقة هذه وعملوا تخطيط استراتيجي بالنسبة للحماية الأمريكية ولا بد من خلق تهديدات أخرى حتى تسنى الأمريكيين أمنهم يبقوا يسيطروا بالقوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة المالية على العالم سيد فايد بن يحيا وأنت فتحت ملف الولايات المتحدة الأمريكية وقادت القادة الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية ربما ظهرت دونالد شام تصنع الحدث تصريحاته حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني قابلتها العديد من الانتقادات سنعود ونتحدث عن هذا الملف لكنه تمعنا سيد فايد بن يحيا هذا التقرير الحديث عن دونالد شامب نعرف جميعاً ربما حتى في الولايات المتحدة الأمريكية يعرفوا أن دونالد شامب نستحن أن يصل لكرسي الرئاسة ليس فقط بسبب هذه التصريحات لكن في الولايات المتحدة الأمريكية يعرفوا طبيعة دونالد شامب يعني بعيداً عن السياسة في جانب الاقتصاد إنه صعب جداً ولا يناسب الثقافة الأمريكية نوعاً ما من ناحية سياسية لكن يبقى تصريحاته ستكون لها تأثير بشكل أو بآخر على توجهها الحزب الجمهوري بالنسبة للحزب الجمهوري الأمريكي لأنه فيه كثير من الأحزاب السياسية في أمريكا لكن التوزنة الكبرى في الولايات المتحدة هي ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري إذن فالمترشح دونالد ترامب ليس غير تصريحاً تعه هذا فيه تصريحات كثير مستفزة تعه مستفزة حتى للمواطن الأمريكي يعني في آخر ربما فيديو تم نشر أنه كان يسخر من شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة طبعاً هو ملياردار معروف عليه يعني لا يؤمن بالإنسانية ككل يعني يحقر كثير الفقراء عنده يعني نظرة استعلائية على الفقراء الأمريكيين مش للخارجيين لكن بالنسبة للجمهوريين عندهم بعض الجماعات متطرفة موجودة وشفنا هذا في جورج بوش الإبن جورج بوش بالطبع إذن فنظراً تعه الآن كنشوف موترشح كماذا نقول باللي عنده ثقافة سياسية محدودة وساذجة إنسان لا يرى العمق الحقيقي ما عندهش رؤية حقيقية على ما يجرى في العالم هل إعلام أعطى له أكثر من حقه؟ لا الإعلام أعطاه ربما أكثر من حقه لأنه عنده الأموال لكن بالنسبة لي أنا الموترشح هذا ساذج كثير لكن عنده جمهورك عنده قاعدة جمهورك لا إذا كانت جمهورك يتشبع بالأمر هذا يعني مع احتراماتي لهم هذه تعتبر ساذجة في السياسة لأن السياسة مصالح لكن هل يمكن أن يؤثر فعلاً على وجوده؟ نحن في الأخير بعيد نوعاً ما نعيش هنا لكن المتضرر الأول هم المهاجرين مسلمون بطبع لأنه الآن لو نشوف المسلمين في الولايات المتحدة كثير منهم رأهم مديرين أبحاث في النازة مديرين أبحاث في كبار جامعات الأمريكية فيهم كثير اللي اشتغلوا مناصب عليا منها سيد زرهوني اللي كان مستشار صحي للرئيس دونالدور ريغان فيه كثير من كذلك رجال أعمال قويين من دول الخليج من دولة عربية لتربطهم علاقات كبيرة مع دي سيناتور ومع مسؤولين كبار هؤلاء لن يتضرروا سيتضرر المسلم البسيط ربما البسيط لما يمشي ربما باللباس معين أو مرأة باللباس معين ربما يعرفوا لكن أمريكا فيها حوالي 190 دولة كاملة مصبوبة لتربطهم إذن فهذا يعني لازم على المسلمين أنهم يراعيوا هذا الأمر هذا خاصة في الظروف هذه لكن اللهم كل الحكومات العربية والإسلامية اللي ما عرفوش كيفاش يتكلموا كيفاش ياخدوا بعين الاعتبار كيفاش يحافظوا كيفاش يحافظوا على على المسلمين في المنطقة هذه أو العرب بصفة عامة في أوروبا في أستراليا وكذلك في الخاصة في الولايات المتحدة دبلوماسيين يعني دور سفارات هنا دور المراكز الثقافية في يعني تخفيف من هذه الصورة هل تعتقدون بأنه اليوم لا يجب أن يعول العرب على العرب في حد ذاتهم يعني نتكلم هنا عن المهاجرين لتقديم صورة أفضل عن الإسلام لكن حتى الدول غير عربية هنا تحدث عن دول أسيوية ماليزيا حتى إيران وبغض النظر عن التوجه يعني على أنها دولة شيعية لكن لهم دور كذلك في تخفيف من هذه الصورة ضد المسلمين لا بالطبع فيها كثير من المفكرين العرب وكذلك من ربما بعد الدبلوماسيين أو رجال أعمال اللي عملوا الدبلوماسية الموازية في كثير من المراكز لكن هذا غير كافي لأن الحملة مخططة من طرف جماعات معينة من طرف لوبيات خفية لضرب المسلمين لأن الهدف في انتحهم الحقيقي هو الطرد المسلمين من أوروبا هل سنشهد هجرة معاكسة هل سنشهد في ظل ما يحدث بعد عامي تقريبا من الضغط على المهاجرين هناك هل سنشهد عودة لهؤلاء ولو بنسبة قليلة نوعا لم أفهم السؤال التي قالتك عودة المهاجرين يعني المسلمين في أوروبا والمتحدة الأمريكية هل سيكون لهم عودة إلى الأراضي يعني أراضي بلدانهم الأصلية لا بالطبع هما الهدف في انتحهم هو خلق استفزاز وتهديدات على المسلمين للعودة إلى أوطانهم نفس الشي عملته إسرائيل لما هدوا كثير من اليهود في العراق في العراق حتى كان حزب البعث العراقي أنا ذاك عمل عمليات لطرد اليهود وكان هذا خطأ كبير بالنسبة للعراقيين لطرد اليهود من العراق بش يبنيوا دولة إسرائيل إذن فالهدف في انتحهم الآن هو طرد المسلمين من أوروبا حتى يتسنى أن أوروبا تبقى مسيحية مياه بالمياه لأنهم يخافوا من التهديدة لأنه نسبة الولادات بالنسبة للمسلمين كبيرة خاصة بالنسبة لفرنسا لتخاف من هذا المنطلق وتنادي بالعلمانية لكن في الحقيقة هي علمانية مسيحية يعني غطاء لا يوجد علمانية حقيقية في العالم الآن يعني تقسم كل واحد في الدين ترقى العلمانيين يمينوا كثير للمسيحية رغم أنهم لا يمينوا بالمسيحية كثير هذه حقيقة إذن في الأهداف انتحهم هي مصالح كبرى هي مصالح أنهم يطردوا المسلمين من أوروبا ككل يحاولوا يستعمال المنظمات الإرهابية لتعمل عمل مكانهم يمولوها بالسلاحة وبالإرهاب بشي قسم الدول العربية حتى يتسنى لهم أنهم يتحكموا في هذه المناطق وتسنى لهم أنهم يستنزفوا الثروات من الدول العربية ومن الدول الإسلامية وحتى من الدول العالم الثالث حتى إذا كانوا أفارقة وغيرهم بالطبع نعود مرات أخرى لوضعية المهاجين والمسلمين في الغرب هي إذن مشاعر المسلمين بألوية المتحدة الأمريكية يعبروا عن ضغط حزن اكتئاب وخوف وغضب عما يحدث هذا ملخص ما كان في هذا الفيديو سيد فريد بن يحيى تابعت معنا أن هذا الفيديو انتشر بشكل كبير هل هذا النوع من الفيديوهات التي تقوم بها بعض المسلمين يمكن أن يؤثر أو يمكن أن يغير ونتحدث عن دور الإعلام هي لما تمشي مثلاً الولايات المتحدة أو كندا وأوروبا وتكلم مع الناس يعني ناس حاملين فكر ناس بوسطاء مع أنهم شهدك الشعور ربما إلا القليل منهم عنده ربما لمشاكل معينة أو لفكر معين عنده يعني فكر سيء على الإسلام أو على المسلمين لكن بصفة عامة الأمريكيين أو خاصة الناس اللي عند هالفكر متخرجين من الجامعات أو من غيرها تدقى الفكر تحم فكر مش محدود يعرفوا القيمة على الإسلام ويعرفوا الإسلام ويعرفوا كثير من الأمور وعلى هذه ما تلقاش عندهم يعني الإسلام موفوبيا بقوة إلا الناس اللي عنهم المخابر اللي يعملوا صالح من جهات معينة حتى وإن كانوا من الجامعين يخطوا تخطيطات يعني إرهاب فكري لأنه فيه الإرهاب العمليات اللي يعملوا فيه مثلا لإغتيال بعض المواطنين يعني أبرياء لكن هذا يعتبر من الإرهاب الفكري لما يجي مترشح أمريكي للآسط الجمهورية ويجب المتحدة أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم ويتكلم بهذا الفكر الإرهابي هذا خطأ كبير لدينا تكلم عن السداجة لأنه الآن مش ممكن أنه العالم يبنى على الحقد على الكراهية للآخر لابد من أن العالم يعيش في أمان ولابد أنه تكون فيه مصالح معينة وتكلمه كثير من هذه الغربيين وحتى بالنسبة للكتاب الكبار على النمط لأنه فيه فكر رأسمالي اللي يسمح للفرض أنه يطور ويبدع لكن فيها بعض الأفكار الرأسمالية اللي ممكن أنها تكون اضطهاد وتكلم عليها ديكارل ماركس في الكتاب بمتاعه الكابيتال الرأسمال وتكلم عليها أنطونيو قرامشي وتكلم عليها كثير من الكتاب عن أمر هذا إذن في الرأسمالية لما تحب تهيمن على العالم ككل تصبح خطر وممكن أنها تستعمل أدوات غير لائقة حتى يتسمنى لها أنها تتحكم في العالم وهذا لابد من وضع خطط يعني اجتشرفية أنه الآن فيه مخابر أوروبية وأمريكية تعمل الأهداف هذه ولابد أن تكون هناك الطرف البادل وهو للدول العربية والدول الإسلامية أنها تقابل هذا الأمر أنه فيه كثير من المفكرين العرب من المسلمين من الشعاء من غير حتى من طواف أخرى كمسلمين يعني حتى إذا كانوا أقلية عندهم فكر لكن فكر يحارب هذا إضطهاد المسلمين ويحارب هذا التمييز العنصري ليس على البشرة كان فيه تمييز عنصري على البشرة وعلى أمور أخرى لكن صبح الآن تمييز عنصري على الدين وهذا من أكبر أخطاء وهذا من أكبر الأخطار ليحدق بالعالم وممكن أنه يسير بها في طرق غير لائقة لو لا يتخذ إجراءات يعني وقائية عاجلة من طرف كل دول ماضح سيدة بنحي ابقى معنا كذلك نفتح ملف آخر ملف الانتخابات في فرنسا حيث ينتظر أو ينتظر الفرنسيون دورة ثانية حاسمة للانتخابات الفرنسية حيث دعت قيادات من الحزب الاشتراكي جميع مناضليها التي حلى فيها حزب الجبهة الوطنية أولا إلى التصويت على حزب الجمهوريين وهذا لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف من السيطرة على مقاطعة جد مهمة إذن معنا عبر الهاتف عبدالله زكري وهو رئيس مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا بفرنسا صباحك سعيد سيدة عبدالله زكري كان لنا حديث طبعا عن تنامي الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا اليوم في فرنسا الحدث هو الحزب الحزب الاشتراكي أنه فوز الحزب هذا الحزب المتطرف والمعروف بمعادته للمسلمين تخوف الأسبوع المقبل هل سيكون هناك يعني دور للجالية المسلمة وكذلك حتى الفرنسيين الذين يحاولون يعني هناك معارضة ربما في فرنسا حتى من قبل الفرنسيين في حد ذاتهم لهذا الفوز السلام عليكم ومرحبا بكم على كل حال الانتخابات تكونوا لحد اللي عدى ونسنوا لحد الجاي إن شاء الله باش نشوفوا لريزلطاق لحزب هذا واش راح يدي سكيدي مناصب بس كيدي نحيات ما يديش نحيات الوقت اليوم اللي نرى نهضروا وراهم كانوا لنقاش كبير بين الشعب الفرنسوي بدأتوا بس كبعد منهم جماعة بزارة نرى خايفين بالليوص والحكم بس بكل صراحة حنا كمسلمين في فرنسا وعيشين هنا يديو نحيات ولا يديو جوز ما يخوفوناش ما يخوفوناش خطر الناحيات ما عدمش دور ما عدمش دور وطني ما عدمش دور وطني عدم غير دور اقتصادي الدور الوطني هو للجنسيات هي وش اسمه الميغراسيون هي القفلة بتاع الحدود بس بس حماية من جهة الناحيات بكل صراحة كان الناس بالزابرام يكلمونا ويقولونا كان الحزب حنا رأنا ضدوا على اقتحار ونحربوا فيه وحاجة واحدة اللي متأسف منها سيكو الشبال تواعنا ما راحوش الانتخابات لدرنا لهم استدعاء وبعتنا لهم لازم تصوتوا لازم تنعطوا صوت متاعكم لازم تنعطوا راحكم على الأساس مش رأتين تيقى في السياسيين اليوم رادي قاعد نشوف الوقت لأحزاب راجب دروحهم باش يخليوا باش يحاربوا حقيقا بصحة كما ناس عايتوا بزاف من ناحية مرسلة على ناحية باكا يقولوك حنا واش نديروا نفوتوا على أستروزي ولا على ماريون لبان كيف ما هو كما هي كيف كيف بلابستورو كوريا للزوز للزوز ضد الإسلام ضد المسلمين وضد الجالية المسلمة هنا الجنرال ضد القضية حقيقا شوية صعبة بصح بقول بكل صراحة ما عندهم ما يديروا من قضية الجالية ولا من قضية الإميقران صنايا حضروا بركة خطابات ندحم من تاع انتخابات ماريون لبان تقول إلا نخسروا إلا نخسروا غدوة يكونوا الشريعة في فرنسا وإنساء تدير النقاب ورجال يمشوا بالجلابة هذا غير باش تخوف الفرنسويين وحقيقا خوفتهم مشاف القضية ونقول لك بكل صراحة لزيف المون تاع 3 نوفمبر لزاة التالي تكونوا في فرنسا بسهلوش تانا الوضعية صعبة الوضعية والناس خايفة بزاف دك رحو مالوا من جهة من جهة بخطر بزاف رغم مالين لجهة سيدة عبدالله زكري رئيس مرصد مكافحة الإسلام في فرنسا شكرا جزيلا لك على هذه المتاخلة بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام سيد فريد بن يحيى حتى نختم تعليق فقط على مقال سيد عبدالله زكري فيما يتعلق بالدور السلبي للشبان من المهاجرين المسلمين في اللجوء أو المشاركة في العملية السياسية في فرنسا بالطبع احنا تكلمنا قلنا للجزائر لما لما حلت الأميكالية الجزائرية في فرنسا كان هذا من بين الأخطاء منتع السياسيين أنا ذاك اذن والشباب بالنسبة لي يذهب إلى مارين لوبان أو حزب آخر نفس الشي لكن احنا نقوله موش نفس الشي لأنه اليمين المتطرف يعتبر خطر كبير على الجزائرين وخطر كبير كذلك حتى على فرنسا وخطر كذلك على أوروبا أن اليمين المتطرف لا يعترف بالفرنسيين بالجزائريين أو المسلمين ككل لا يعترف بالأفريقى بالنسبة لهم سيدة بلاك يروح الأفريقية لا يعترف باليهود تعليم باختيصة فقط سيدة بن يحيان نضان لضيق الوقت دور الجالية في هذه المرحلة سيد بن زكي قال بأن مشاركة الشباب كانت قليلة جدا ولم يستجبوا لأنه لازم تكون فيهم جموعات لما تكلمت عن ديبنوماسية لازم عندنا 18 تقريبا قنصولية في فرنسا وش قال تعمل يعني 18 قنصولية وسيفارة وأموال ضخمة بالنسبة لها النتجة لابد من إعادة الترتيبات في وزارة الخارجية وخاصة بالنسبة للسفارة والقنصولية الجزائرية ولابد على الدولة أنها تعمل وزارة هجرة كذلك ووضع الأميكالية الجزائرية هذه وقتها لا لا وقتها ولابد على الشباب أنهم ينخرطوا ويكونوا تحت اللواء هذا حتى يبنيوا تكون فيه علاقات فرنسية جزائرية جيدة يحاربوا الإرهاب من أي طرف كان أنهم لا يدخلوا في هذه المجموعات حتى ربما تكون فيه بعض البنوكة وأموال جزائرية أنها تصبح لهم باشيش وبعض الشركة تنتحم ويبقى هذا الرباط ما بين الجزائرين في فرنسا لا يمد من خلق قوة جزائرية يعني ذكية في فرنسا حتى نتفادى واضح سيدة فريد بن يحيى الخبير في العلاقات الدولية ودبلوماسية شكرا على تلبية الدعوة وعلى كل التوضيحات التي قدمتها شكرا لك